من القواعد الفقهية قاعدة الرخص لا تنات بالمعاصي المعنى الإجمال لهذه القاعدة السفر يرخص فيه قصر الصلاة والفطر في نهار رمضان ماذا لو كان إنسان مسافرا في معصية كقتل إنسان والعياذ بالله أو لحضور لهو وفجور ومجون هل يرخص له الفطر وقصر الصلاة والفطر في نهار رمضان لا يجوز له ذلك ومعنى الرخصة في استعمال العرب تطلق الرخصة ويراد بها في اللغة التسهيل وهي خلاف التشديد فقد جاء في المصباح أن الرخصة هي التسهيل في الأمر والتسهيل فيه ومعنى الرخصة في استلاح الفقهاء عرفها الإمام الآمدي بقوله ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام السبب المحرم ما شرع من الأحكام لعذر مع قيام السبب المحرم وعرفها الإمام الغزالي بقوله قال بأنها عبارة عما وسع للمكلف في فعله لعذر وعجز عنه مع قيام السبب المحرم والرخص تنقسم باعتبارها أحكاما شرعية إلى أربعة أقسام أولا الإيجاب كوجوب أكل الميتة للمضطر الثابت بقوله سبحانه وتعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة مع قول الحق سبحانه فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه على خلاف قول الحق سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة فهي رخصة لأنه حكم أباح المحظور مع وجود الحكم الأصلي الندب كقصر الصلاة الرباعية في السفر الثابت بقوله صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فقبلوا صدقته على خلاف الدليل الموجب للإتمام وهو قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمون أصلي الإباحة كإباحة السلم الثابت بقوله صلى الله عليه وسلم من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم على خلاف قوله صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك الدال على حرمة بيع المعدوم للحاجة إلى هذا النوع من البيوع خلاف الأولى كالفطر في نهار رمضان للمسافر الذي لا يلحقه التعب من سفره المشروع بقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر على خلاف قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم دفعا للمشقة وكان على خلاف الأولى لقول الحق سبحانه وتعالى وأن تصوموا خيرا لكم وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون إذن الرخص لا تناط بالمعاصي أي لا تتعلق ولا ترتبط بالمعاصي والعاصي هو الممتنع عن امتثال أمر الحق سبحانه وتعالى ومن فروع هذه القاعدة أنه لا يستبيح العاصي بسفره شيئا من رخص الصفر كالفطر والجمع والفطر والمسح على الخف سلاثا والتنفل على الراحلة وترك الجمعة وأكل الميتة كل هذه الرخص لا يستفيد ولا يجوز لمن كان مسافرا سفر معصية أن يترخص في هذه الأشياء